بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم. في الفيديو ده هنستعرض على حضراتكم كيفية استعادة قائمة كليك كيمين الاديمة او الكلاسيكية كما كانت في وندوز عشرة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان من ضمن التغيرات في وندوز حداشر هو تغيير شكل وتصميم قائمة الصياق او قائمة كليك كيمين. وفي بعض الاخوة بتفضل القائمة الاديمة لانك كنت بتجري عملياتك على الجهاز من مرة واحدة. مجرد كليك كيمين بتلاقي كل الادوات والاوامر الخاصة بالملفات قدامك بتبتدي مباشرة انك تختار الامر المناسب لاجراء العملية اللي انت محتاجة. لكن مع قائمة الصياق الجديدة محتاج انك انت تجري بعض العمليات بحيث انك توصل الى الاوامر دي. طبعا زي ما انتم عارفين لما بتيجي تضغط كليك كيمين بيكون في عندك بعض الاوامر او بعض الادوات الافتراضية اللي بتكون في مقدمة قائمة الصياق. كزلك الحال لو انك مسلا في مستكشف الملفات وتغطي كليك كيمين على اي ملف. محتاج انك انت لو الامر الخاص بالعملية اللي انت محتاج انك تجريها مش ظاهر قدامك. محتاج انك تضغط هنا على بحيث ان يتم ازهار كامل قائمة الصياق. عشان تقدر تختار الامر المناسب. او انك بتحدد الملف وتضغط على شفت زائد اف عشرة بحيث ان يزهر لك قائمة الصياق القديمة بكامل ادواتها من مرة واحدة. وايضا زي ما انتم عارفين ان خيار كوبي ومشاركة وديليت اصبحهم بشكل الرموز وليس المسميات. فطبعا الموضوع ده جديد ومحتاج بعض الوقت انك عشان تتعود عليه. طبعا الواحد كان بلغى تكريك كيمين بعد كده مباشرة بتلاقي نفسه متوجه على خيار دليت او كوبي او بيست او لسكة او اي شيء. لكن دلوقتي محتاج انك تدور على الامر ولما ما بتلاقهوش بتفتكر ان الاوامر دي اصبحت بالشكل الايكونات فبالتالي بتبتدي انك تتجه عليها. فطبعا الموضوع ده بياخد وقت ومجهود وبيتسبب في بعض الحيرة. فاحنا في الفيديو ده بكل بساطة وبخطوات بسيطة جدا هنوضح لحضراتكم كيفية استعادة قائمة السياق القديمة. هنستعمل في عملية استعادة قائمة السياق القديمة التلات اوامر بسيطة هيكونوا موجودين اسفل الفيديو ده في صندوق الوصفة. تاخد الامر الاول كليك كيمين عليه وكوبي. وتفتح تطبيق البحث بعد كده هنفتح محرر السجلات. كليك كيمين عليه بعد كده تشغيل كمسؤول. بعد كده هيفتح معك بالشكل ده. هتقدر انك تعمل توسع للقائمة الجانبية دي بالشكل ده. بعد زيك لو فيه اي شيء مفتوح عندك هتقفله. وتبتدي انك تحدد اي شيء موجود في مربع البحث اللي موجود فوق ده. تحزف اي شيء موجود تماما. بعد كده تعمل لسك للامر الاول. بعد كده انتر. بعد زيك هتحدد المسار ده سي ال اس اي دي. كليك كيمين عليه. بعد كده نيو. بعد كده كي. وهتبتدي انك تجيب الامر رقم اتنين. هتحدده كله. بالاكواز بتاعته. بعد كده كوبي. وترجع مرة اخرى الى المفتاح اللي احنا انشأناه. نيو كي. كليك كيمين عليه بعد كده. وتعمل كنترول وفي لسك الى القيمة الجيدة دي هنا. بعد كده هتضغط على الفولدر بحيس انك انت تثبت المسار. كليك كيمين على المسار اللي احنا انشأناه ده. بعد كده نيو كي. وهنبتدي نجيب الامر رقم تلاتة من صندوق الوصف. ايضا بنفس الطريقة هتحدده كله. وتعود وكوبي. وترجع مرة اخرى الى المفتاح اللي احنا انشأناه. نيو كي. كليك كيمين عليه بعد كده رينيم. وتعمل لسك الى الكيمة دي. هتضغط عليه على المجلد الاصفر الخاص بالمسار الجديد. بعد كده تتواجه الى الصفحة البيضاء دي. هيكون عندك المسار اللي موجود ده. هتضغط على كلمة دي فولت دابل كليك. بعد ذلك كل اللي مطلوب انك تتأكد ان المستطيل اللي موجود اسفل خيار داتا. يكون فارغ تماما مش موجود في اي شيء. بعد كده تضغط على اوكي. هتلاقي عندك هنا في خيار داتا تم اختفاء وبكده تكون تمت العملية بنجاح. هتقفل بقى محرر للسجلات. بعد كده تعمل اعادة تشغيل. وفي العودة هتلاقي معك قائمة السياق الكلاسيكية. كما كانت قبل كده في ويندوز عشرة او في اي نظام تشغيل كنت بتستخدمه. نعمل عادة تشغيل ونرجع مع حضراتكم مرة اخرى. بعد العودة من عادة التشغيل بكل بساطة هتلاقي ان اصبح عندك قائمة كليكي مين او قائمة السياق القديمة اللي كانت موجودة قبل كده في ويندوز عشرة. اذا كنت انت محتاج انك تغير الى قائمة السياق القديمة. وانك مش مرتاح مثلا مع قائمة السياق الجديدة الويندوز اليفن. هتلاقي عندك على القائمة الكلاسيكية. وايضا داخل مستكشف الملفات بكل بساطة هتلاقي عندك القائمة الكلاسيكية. دون الحاجة الى انك عشان توصل الى الخيارات اللي انت محتاجها ان انت تجري بعض العمليات او تجري عملياتين. طبعا في قائمة السياق الجيدة كنت محتاج انك تضع بعد كده تنزل للاسفل عندي خيار بعد كده تبتدي ان الخيارات كلها تظهر قدامك. دلوقتي زي ما انتم شايفين بكل بساطة مجارة عندك كل الخيارات اللي انت محتاجها دون الحاجة لاجراء المزيد من العمليات. ولو حابب انك تلغي التعديل ده وترجع الى قائمة السياق الحديثة. بكل بساطة هتفتح تطبيق البحث. بعد كده او هيفتح معك كليك مين عليه بعد كده هتلاقي زي ما انتم شايفين حضراتكم محرر السجلات بيفتح على المصار اللي احنا كنا عليه. ولو مسلا على سبيل المسال فتح معك بالشكل ده كده على الشكل الاديم الشكل الاعتيادي بتاعه. بكل بساطة هتنسخ المصار اللي بدأنا بيه شرح الفيديو وتحدد كل شيء موجود في مربع البحث والتحزفه. بعد كده كنترول وفي انتر. بعد كده زي ما انتم شايفين حضراتكم هتلاقي المصار بتاعنا اللي احنا انشأناه. والمتفرع منه ايضا المصار رقم اتنين اللي احنا انشأناه. بكل بساطة هتفع على المصار الاول ده. كليك مين عليه بعد كده دليت. هتظهر ليك رسالة دي هتضغط على ياس. وبكده تكون تمت العملية. كل اللي انت محتاجه انك تعمل اعادة تشغيل للجهاز. وهيكون عندك قائمة السياق الحديثة. كما كانت قبل اجراء هذه التعديلات. اساسا قبل اعادة التشغيل. هتلاحز انك بالفعل استعدت قائمة كليك مين الحديثة في وندس حداشر. لكن طبعا نفضل عمل اعادة تشغيل. بحيث ان يتم تطبيق التغيرات بشكل صحيح دون اي خلل في الوظائف. بس كده حضراتكم هو ده كل ما في الامر نتمنى اننا نكون قدرنا نوصل لحضراتكم معلومة مفيدة تناهل اعجابكم. ولو اعجابكم الفيديو لايك للفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.